خلاص خلاص رسمياً صحيفة المرقة أكبر صحف أسبانية والصحيفة المقربة من العملاق الكبير ريال مدريد تؤكد بأن مسؤول الريال استقروا على التعاقد مع يوسف النصيري النجم المغربي ونجم نادي إجبيليا الأسباني بصفقة أسطورية جنونية خيالية كأكبر وأضخم صفقات المركات الصيفية المقبل ولكن قبل الدخول في التفاصيل لو كنت من عشاك ومحبي النجوم المغربة والمنتخب المغربي أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل الجديد خلال الفترة القادمة صحيفة المركة أكدت بأن قرلو أنشلوتي المدرب الإيطالي المخضرم لريال مدريد معجب جدا بيوسف النصيري وأبلغ إدارة الريال بهذا الأمر وفورا إدارة الريال تقرر التعاقد مع يوسف النصيري وتقدم عرض خيالي يفوق السبعين مليون يورو لإجبيلية للتعاقد مع الوحش المغربي ومن المتوقع أن إدارة إجبيلية لن ترفض تماما هذا العرض خاصة أن النصيري يرغب في خوض تجربة جديدة وتحدي جديد يوسف النصيري وكريم بن زيمة من يكون مهاجم الريال الأساسي الموسم المقبل ورب الكعبة ليس نفاقا أو تطبيلا ولكن النصيري أفضل من بن زيمة يستحق بلا أي شك وبلا أي نقاش أن يكون مهاجم الريال الأساسي